مؤشرات متناقدة تطوف على سطح العملية العسكرية التركية المرتقبة شماليا سوريا مساران متوازيان كل منهما ينبئ برسم سيناريو مختلف ديبلوماسيا تدخل روسيا على خط المفاوضات واللقاءات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية شرقية الفرات وفيما تلعب إيران دور الوسيط بين تركيا ودمشق تحذر الولايات المتحدة تركيا من المضي قدما في عمليتها خرق اتفاقية عام 2019 لكن لا يبدو أن المسار السياسي يشق الطريق الأسرع ميدانيا حطت قوات عسكرية من فرقة المظليين التابعة للجيش الروسي في منطقة القامش لشمال شرق سوريا وشهدت أجواء المنطقة نشاطا جويا خلال هبوط طائرات عسكرية نقلت الجنود الروس الحجد العسكري الروسي قابله تصريح تركي رسمي أتى على لسان وزير الخارجية مولود شاووش أوغلو الذي عبر عن عدم رضا بلاده تجاه الخطوات التي تتخذها روسيا لثنيها عن تنفيذ العملية مبديا خيبة أمل من المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لوحدات حماية الشعب الكردية أوغلو أكد أن بلاده لن تتوانى عن القضاء على أي تهديد يأتيها عبر الحدود مع سوريا وفي الميدان تواصل أنقر حشد قواتها على حدودها الجنوبية من دون الأعلان حتى اللحظة عن توقيت العملية تاليا يبدو المشهد في الشمال السوري معقدا تركيا تصر على طرد المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة في حين تحشد روسيا قواتها لمواجهة المسلحين المدعومين من تركيا منعا لأي تمدد تركي أما إيران فلا يبدو أن وساطتها تجدي كل ذلك تخللتهم قسامات بين المجموعة الكردية نفسها رسائل متضاربة بعضها يحب انسداد الأفق أمام العملية العسكرية المحتملة وبعضها الآخر يشير إلى اقتراب ساعتها